اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختمي مع ممثلي وزارة المالية للحسابات العامة والإدارة العامة وذلك لمناقشة الحساب الختمي عن سنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما وأوضح رئيس اللجنة أن أبعد نان عبدالصمد بأن كافة الملاحظات المسجلة من الجهات الرقبية على وزارة المالية ذات طابع متكرر وهناك حاجة فعلية لوضع آلية لحل مثل هذه القضايا التي تثار بشكل مستمر باللجنة خاصة وأن وزارة المالية الأجدر بأن تكون مثالا لباقي الجهات الحكومية في طبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وقال عبدالصمد في تصريح صحفي إنه رغم وجود اتفاق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك والتي قاربت في الحساب الختمي الأخير 111 مليون دينار عن السنة المالية 2018-2019 إلا أنه لا بد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية